إذن سابقاً تكلمنا عن عملية تصدير البيانات من برنامج Revit إلى AutoCAD كانت عملية جداً بسيطة وواضحة بالنسبة إليك سواء 3DVU أو plan والsheet أو حتى elevation العملية عكسية تماماً يمكن أن نعملها وعندنا طبعاً نوعاً من أنواع الاستيراد إما أنه أنت تباشر خلينا نقوم بإنشاء مشروع جديد أول خطوة إليك طبعاً مثل ما ذكرنا تقوم بضبط اليونيتس الخاصة فيك حتى تقدر أنه تتعامل معها بالدرجة الرئيسية وبعد ذلك تذهب هنا على الانسيرت ضمن الانسيرت إيش راح تبدأ شوف عندك؟ أحشوف عندك قسمي الرئيسية القسم الأول link والقسم الثاني import إيش الفرق ما بين link والimport؟ المجرد يعمل link خلاص أنه المشروع السابق أو اللي إحنا شفناه سابقه راح يكون كحالة لمن أعمل علي تغييرات راح تبدي تنعكس التغييرات هنا على برنامج الريفت كأنما أنه أنت يكون عندك عمل مشترك وشخص معين يشتغل على البلان وجزء ما مكملة فأنت تقدر أنه تشتغل على جزء لمن هو يقوم بالتحديث فهو يتحدث عندك بشكل آني بمعنى أنه أنت عامل علي link عملية link يمكن تحدث عندك على برنامج الريفت بنفس بحد ذاته يعني link to another rivet model to the current model الموضل الحالي أنا أعمل link على موضل آخر أو link ifc model أو link cad وكاد اللي إحنا نتكلم عليها الطوبقرافيا وDWF وحتى بالنسبة يكون عندك local عموما عملية link وعملية import لازم تفرق بينها عملية link ليست عملية إدراج داخل مشروع فقط عملية هي بنفس الطريقة راح تكون عندك لكن المشروع يكون مستقل بحد ذاته وعملية تغيير عليه تبدي تنعكس عليه عملية import النوع هو يبدأ يعمل لك import بشكل كامل على الجهاز الجيامتري ك3D or 2D بطبيعة الحال فمثلاً الموضل اللي إحنا شفناه حالياً هذا هو أنا قمت بعملية رسم في شيء جداً بسيط طبعاً اللي أنت تلاحظه الآن أمامك والأريد أنه أبدأ أعمل implement عليه وباشر في عملية النمدج الخاصة في أن أقوم برسم الحوائط وقوم برسم الأبواب مثل ما هي وافحة الآن أمامك الشبابيك أقوم برسم هذه الاستير كيس اللي أنت تلاحظه وبعد ذلك أقوم بوضع كل التفاصيل الأخرى حتى مثلاً أباشر في عملية حصر الكميات على هذا الأساس بكل بساطة يمكن أنه أول نقطة طبعاً أسويها أنه أقوم بتحديد المشروع الخاص فيه بشكل كامل طبعاً وأبدأ أعمل علي move move تحريك إلى نقطة center أو نقطة start فأبدأ أحرك من هذه النقطة تماماً ثم بعد ذلك أبدأ أعطي ربما هنا أبدأ أعطي صفر فارزة صفر هذا إيش معنى؟ معنى أنه رح يبدأ يضع لك في نقطة x y start هنا هذه صفر صفر جيد وبعد ذلك أقل لي هناك أترى العس ما عندي أي مشكلة أحفظ لي وأخرج وأباشر في عملية الإمبورت وليست عملية الإكسبورت أقل لي import card أقوم بتحديد إلى card هذا اللي هو هذا اللي drawing ولكن انتبه إلى الخصاص أول جزئية في عملية الخصاص أنه أنت الunits اللي أنت مشتغلها سابقاً تريد auto-detected لو أنت تحددها طبعاً أنا مشتغل في المتر أحبدي أحدد له بالمتر أقل للأبعاد مالتي لي أنا مشتغلها هي في المتر أوكي الposition أنت تريد تخلي الposition origin يعني مثل ما إحنا حددنا لو تريدها في center أقل له أوكي لا أخلي ليها في center أما أنه أنت وين تريد تخلي هذا تيتخلي لي play smart تيتخليه في level 2 أنا بحتبار ردي أرسم أحبعها في level 2 وأبدأ أرسم على level 1 أوكي بحتباره أنه بلان إذن أضعه في level 2 هذه نقاط طبعاً جداً مهمة لازم أنه تنتبه لها في عملية وضع الكائنات أوكي ثم على ذلك يقل له هنا أنا open الآن لو تلاحظ بشكل مباشر وضع لك هذه اللير طبعاً هذه مجرد لير لو تلاحظ أن هي لير احتيادية وفيها إيش؟ فيها مجموعة ليارات يمكن أن تقوم في عملية تقطيعها أو تجزيها حتى تباشر في عملية الرسم عليها لكن طبعاً تقدر أنه تباشر في عملية الرسم عليها اللي هي موضوعاً فمثلاً أبدأ من السنتر إلى هنا وأقوم برسم وال بهذا الشكل وباشر في عملية الرسم لو تلاحظ تعرفنا على كل الجزئيات الخاصة فيها تلاحظ أنه بالفعل دا يتعرف على على العناصر يعني رح يكون عندك النمذجة جداً بسيطة النمذجة الخاصة فيك جداً بسيطة مثلاً نقوم برسم وال من هذا الاتجاه إلى هذا الاتجاه تمام أوكي؟ ثم بعد ذلك إلى هذا الاتجاه ثم بعد ذلك بهذا الشكل تلاحظ أنه دا يتعرف على عمليات أو الكائن أو الليار الأخرى طبعاً ما رد أنه نمذج كل الجزئيات ولكن رد أنه نحدد لك أو نقل لك أنه ببساطة يمكن أنه تقوم بالرسم على الكائنات اللي هي تكون عندك بالجزء الرئيسي الليار احتياري طبعاً هذه الليار إذا تريد أنه تقوم في عملية تقسيمها وتدزيئها وطبيعة الحال باحتبار أنه هي يعني جامدة group نقدر نعتبرها فيمكن أنه تعمل عليها تفجير تفجير جزئي أو تفجير كلي أوكي؟ فيمكن أن تعمل عليها explode partial أوكي؟ وتعمل partial عليها فرح يجزعها إليك أوكي مثل ما تلاحظ تجزعها إليك إلى كائنات وتقدر أنه تحتمد عليها في عملية الرسم أو النمذجة حاضي بعد إتمام عملية الرسم طبعاً يمكن تقوم بتحديد كل الليار اللي موجودة عندك اللي هي بطبيعة الحال تعتبر عندك detail lines تعتبر text notes أقوم بتحديدها بالكامل ثم على ذلك أعمل عليها delete حتى يبدأ أنهي عمليتها أوكي؟ أي حتى بالنسبة لهذه الأجزاء الأخرى أيضاً نفس الكلام وقم بتحديد أعمال delete عليها ترجمة نانسي قنقر